طيب خليني أقول لكم برضو بعض الأخبار كده يعني نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني بكرة مع كوش السور يا جماعة أوه تدريبات طيب حلو حلو أوه تدريبات المنتخب النهاردة هو في موريتانيا جو كمان هناك في موريتانيا جو كويس مش حر ممكن بس هنلاقي شوية رطوبة لكن أنا شايف فيه هوا حتى في الملعب ملعب نجيل صناعي كابت الحسام خلى كمان اللعيبة تدوس في كل حتة في الملعب عشان يتعودوا على أرضية الملعب فهو بص كابتن إبراهيم وكابتن حسام خلوا اللعيبة كده يعني يتحركوا في الملعب كله ياخدوا إحساس الملعب وإراية الفتحة طبعا في بداية التمرين كده إن شاء الله ربنا يوفق منتخبنا الوطني بكرة الله هي يعني ماشيين بشكل كويس أنا شايف وهو كمان محمد عبد المنعم موجود كان الناس قلقانا شوية فيه إصابة لك الحمد لله موجود كل موجود العناصر كلام موجودة طبعا مع هذا محمد صلاح ومصطفى محمد عندنا كمان يعني قايمة كبيرة يعني حتى اللعيبة اللي مش هتبدأ لا عندنا لعيبة كمان على دكة البودلاء هتبقى مميزة جدا فيه ناصر ماهر وفيه إبراهيم عادل وفيه أسامة فيصل وفيه مجموعة مميزة جدا في أحمد رمضان بيكم وخالد صبح في الدفاع فيه أحمد نبيل كوكا بيقدر يلعب باكليفت ويقدر يلعب في نص الملعب كهوف ديفندر عندنا محمد شحاتة فيه أحمد عيد حيبدأ كنحية المين يعني عندنا مجموعة مميزة جدا جدا من اللاعبين وعندنا طبعا حراس مرمى مميزين فيه الشناوي طبعا الحارس الأساسي عندنا عواد وعندنا مصطفى شبير وعندنا المهدي سليمان اللي أربعة ما شاء الله على مستوى عالي جدا 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 وتدريبات حراس المرمى هما كابتن سعفان الصغير طبعا بفكركم برضو أن كابتن حسام حسن ضم محمود صابر بعد ما نبيل عماد دونجا كان عنده إصابة وتم استبعاده من معسكر المنتخب بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية كابتن حسام حسن ضم محمود صابر ومحمود صابر شارك في المباراة اللي فاتت هنا في القاهرة المباراة اللي احنا اكسبناها 2-0 فإن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الأمور ماشية بشكل كويس زي ما شفنا كده في الفيديو والفرقة اتمرنت النهاردة على الاستاد وإن شاء الله الأمور تبقى تمام وبكرة هنتابع بقى لقاء منتخب مصر الساعة 7 بإذن الله مع منتخب موريتانيا عندنا 9 نقاط في صدارة المجموعة موريتانيا في المركز التاني بتلت نقاط متساوية مع بوتسوانا والرأس الأخضر متساوية مع بوتسوانا والرأس الأخضر التلت فرقة عندهم تلت نقاط في حال تفوزنا بكرة أو تعدلنا خلاص ضماننا التأهل إلى يعني على ملعبهم بكرة لا ماتش قوي وبعدين هما كمان احنا مش حاول احنا يعني عندنا ثقة زيادة ولا حاجة لا احنا خلاص متطمنين لمركزنا في المجموعة في صدارتنا يعني للمجموعة ومتطمنين لتأهلنا بس هما عندهم حافظ أقوى ان هما عايزين يبقى عندهم فرصة ان هما لو خسروا بكرة يبقى فرصهم بتبقى صعبة جدا ان عندهم ثلاث نقاط فأي مباراة على ملعبهم يبقوا عايزين ياخدوا ثلاث نقاط فبكرة هلقاب المنتخب قوي هيتعبنا أكتر من المباراة اللي كانت هنا في القاهرة بس الحاجة المميزة أو الإيجابية اللي احنا بكرة ممكن نستفيد منها ان هيبقى فيه مساحات في الملعب يعني هتلقوا مندافعين شوية في النواحي الهجومية فاحنا في الهجمات المرتدة بسرعات مرموش بسرعات رزيجي بمهارة مصطفى فتحي لو بدأ مصطفى فتحي ناحية مكان محمد صلاح أو زيزو هنشوف كابتل حسام هيعمل ايه في الحتة بتاعت محمد صلاح بس اعتقد هيدي الفرصة لمصطفى فتحي هيبقى عندنا مساحات نقدر نشتغل فيها بشكل كويس جدا وكابتل حسام انا عارف في المنشاط اللي برا هيحب يمسك الكورة واستحوذ عالكورة عشان يخلي دايما الكورة في رجلنا وفي نفس الوقت مفيش لعبة كتير هتزيد في الهجمات بالنسبة للمنتخب مصر يعني هتلاقي اللي هيزيد مثلا هتلاقي زيزو هتلاقي مصطفى فتحي لو لعب ناحية اليمين تريزيجي مرموش مع باك لناحيته الكورة وبعد كده هتلاقي بقى في نص الملعب هيوقف مراوان عطية ممكن برضو على فترات حمدي فتحي مش هيزيد كتير والباك العكسي مع الاتنين المساكين محمد عبد المنع مرامي ربيع هيبقى دايما مأمن كابتل حسام والكورة معانا هيبقى مأمن دايما عشان لو الكورة تقطعت مننا بخمس لعيبة وقفين عشان يبقوا زي صد دفاعي كده ما يبقاش في علينا هجمات مرتدة خطر بالنسبة لمنتخب موريتانيا وكل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا بكرة أمام موريتانيا بإذن الله